اهلا بكم في الاخبار السريعة بعيدا عن نشرة الاخبار واول خبر معنا وهو الجيش المصري يستعين بقوات الجوية العراقية تحدث قادة الجيش المصري عقب الانتصار في حرب 6 اكتوبر 73 عن قوة المقاتلات العراقية في دعم قوات البرية المصرية خلال الحرب ودورها المؤثر وجاء في المذكرات المصرية عن حرب اكتوبر ان السرب 66 هوكر هينتر والمكون من 20 طائرة من طراز هوكر هينتر بقيادة خير الطياري العراق حلق الساعة الثانية ظهرا من يوم 6 اكتوبر 73 لمشاركة قوات الجوية المصرية في العبور واكد الفريق سعد الدين الشازلي رئيس اركان قوات المسلحة المصرية ان ذاك في مذكراتي ان قوات البرية المصرية كانت ترفع طلباتها بالقول نريد الصرب العراقي او نريد صرب الهوكر هينتر وهو ما اعتبراه الشازلي شهادك بكفاءة الصرب العراقي وحسن ادائه خلال حرب اكتوبر وبدأت قصة صرب الهوكر هينتر بزيادة اجراها الفريق سعد الدين الشازلي الى عدد من الدول العربية لطلب الدعم المادي والعسكري في المعركة العربية ضد اسرائيل وبالفعل وافق الرئيس العراقي الاصبك احمد حسن البكر انذاك على الرغبة المصرية التي حملها الفريق الشازلي بتوصية من قائد قوات الجوية المصرية حينذاك محمد حسني مبارك بضرورة مشاركة صرب الهوكر هينتر العراقي في الضربة الجوية للاهداف الاسرائيلية في سيناء وفي يونيو عام 73 حددت القيادة المصرية واجبات الجيش العراقي خلال الحرب وهي تخصيص اربع اهداف تعالج ب16 طائرة هوكر هينتر من الضربة الجوية الاولى التي ستوجه الى العدو في عمق سيناء وكانت الاهداف الموكل للصرب العراقي اتعامل معها موقع قيادة والسيطرة في منطقة الطاصة وموقعي صاريخ ارض جو وموقع قيادة مدفعية ذاتية الحرقة 175 ملي وتذكر اللواء طيار سالم الناجي ذلك اليوم مؤكدا ان السرب 66 هوكر هينتر ادى واجبه باحترافية عالية في الضربة الجوية الاولى ومات بيعها من ضربات ومهمات طوال الحرب ومات منها سلاسة من الطائرين العراقيين الى جانب اسر سلاسة اخرين وخسارت 8 طائرات هوكر هينتر من اصل 20 المصدر وكالات السيسي قدر مصر ان تتعرج لامواج نعاتية يأتي اغلبها من الخارج قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان قدر مصر ان تتعرض لامواج نعاتية يأتي اغلبها من الخارج لكنها تتحطم دوما امام صلابة وتماسك الشعب الذي يربطه بارضه رباطا وثيقا واضف السيسي الى احد الماضي خلال كلماته قدر هذا الوطن ان يتعرض لامواج نعاتية يأتي اغلبها من الخارج ولكنها تتحطم دوما امام صلابة وتماسك الشعب المصري الذي يربطه بارضه رباطا وثيقا ويربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد بالحفاظ على الارض وحماية الشعب وصول القرامة الوطنية وتابع خلال العقود الاخيرة تغيرت اشكال الحرب واسلبها وصولا الى استهداف الروح المعنوية للشعوب ولتصل الى المواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال والاعلام الحديثة حرب تستهدف اثارة الشك والحيرة وبث الخوف والارهاب واوضح السيسي في تلك الحرب التي تعتمد على الخداع والاكاذيب والشائعات يكون النصر فيها معقودا على وعي كل مواطن وعلى مفاهيمه وافكاره ومعتقداته لذلك فانني على ثقة كاملة من النصر في تلك الحرب ليقيني التام بان الشعب المصري باغلبياته كاسحة يدريب بقلبه السليم الصدق من الافتراء وان هذا الشعب الاصيل سائم من الخداع والمخادعين ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل المصدر قاطي جينا لنهاية الفيديو تنسوش اللايك والاشتراف في القناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته